موسيقى بحيكم من إزاية سودفان بالمشهد الانتخابي ليوم الخميس 5 إيار 2022 ونقدم لكم أبرز الأخبار الانتخابية موسيقى أصدرت وزارة الخارجية والمختربين جدول أقلام الاقتراع للناخبين غير المقيمين موسيقى تفقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية بالخارج بوزارة الخارجية والمختربين بحضور وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وأكد ميقاتي خلال الزيارة على أن انتخابات المختربين دليل إضافة على أن لبنان المنتشر ما بينسى لبنان وبدو لبنان ويجب أن يعبر على هذا الاهتمام بوطنه من خلال صندوق الاقتراع موسيقى أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات إعلان ذكرت فيه بمجيبات الصمت الانتخابي ولسيما مجيبات وسائل الإعلام والإعلان موسيقى 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 أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قرار بتعديل مركزي الاقتراع بمدينتان بألمانيا وكذلك أصدر قرار بتعديل مركزي اقتراع المواصفين ببعلبك والنباطية موسيقى عشية اقتراع المغتربين عقدة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادة مؤتمر الصحافة صحافة شرحت خلاله تحضيراتها لمراقبة الانتخابات النيابية موسيقى أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ببيان عن البدء بتأمين تغزية كهربائية على مدار الساعة لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين ولمراكز لجان القيد الصغرى والكبرى في سبيل المساهمة بانجاح العملية الانتخابية وبإطار التحضيرات لمواكبة الانتخابات المرتقبة خلال شهر أيار الحالة موسيقى أعلنت منظمة أبعاد أنه 84% من الناخبين بلبنان صرح بأنه جنس المرشح ما بيأثر بخياراته الانتخابية فيما أكد 54% منهم ما صوتوا سابقا لأمرأة وأضاف أنه 89% من الناخبين اعتبروا أنهم رح يصوتوا على الأرجح لأمرأة بالانتخابات المقبلة فيما أكد 87% أنهم بيأيدوا الكوطة النسائية نفيت أمانة الإعلام بالحزب التوحيد العربي ما تم نشره بمقال على موقع لبنان دبات الإلكتروني زعمت فيه عن صفقة بين رئيس حزب التوحيد العربي ويأم وهاب ورئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية حول موضوع الانتخابات تأملت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بعد اجتماعها برئاسة رئيسة المطران أنتوان نبيل العندارة أن الانتخابات سترجى بأجواء حرة ونزيهة بعيدا عن أي ضغوط وأي محاولات تزوير وأي تلاعب بسندوق الاقتراع المنتشرين والمقيمين وهلأ مع فقرة حسب القانون وعشية الانتخابات بالاختراب رح نحكي عن تحضيرات لاقتراع المقتربين مثل باقتراع المقيمين بتم تعيين هيئة قلم الاقتراع لكن بانتخابات المختربين بعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع وزير وزارة الداخلية بواسطة وزارة الخارجية هيئة لكل ألم على أنه ما يقل عن رئيس وكاتب من بين المواصفين العاملين بالسفارة أو القنصلية أو من المتعقدين عند الضرورة أن يكونوا لبنانية بيجوز وجود منذبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصريح من السفارة أو القنصلية بتم فتح صناديق الاقتراع من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً ومثل الانتخابات المقيمين عن دخول الناخب لقلم الاقتراع بيتأكد رئيس القلم من هويته استناداً لبطاقة الهوية أو جواز السفر للبنان الصالح ويتأكد من وجود اسمه على القائمة الانتخابية من بعده بيغطي رئيس القلم الناخب ورقة الاقتراع المطبوعة سلف وبيظرف علي الخاتم الرسمي بعد توقيعه عليها بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق تفتح هيئة القلم صندوق الاقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من بنوب عنه بحال تعزر حضوره بيتم إحصاء الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين وسائل الإعلام المعتمدين بحال وجودهم بتنحط الأوراق بمغلف كبير خاص بيتم التدوين عليه اسم القلم وبيتم ختمه بالشمع الأحمر بنظم كل ألم محضر بالعملية الانتخابية على نسختان مع تدوين عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع بيتم توقيع على المحضر من قبل هيئة الخلم والمندوبين وبتبقى نسخة بالسفارة أو القنصلية بعهدة السفير أو القنصل وبتم إرسال نسخة تانية مع المغلفات وبقية المستندات الانتخابية لمصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمختربين بنهاية عملية الاقتراع للمقيمين بلبنان أي بـ 15 أيار بيتم إرسال المغلفات مع باقي المستندات الانتخابية للجنة القيد العليا ببيروت لفرزة من قبلها وتوسيق النتائج لهون من نكون وصلنا لنهاية المشهد الانتخابي ليوم الخميس 5 أيار 2022 ملتقانا يوم غد بنفس التوقيت دايما عبر صوت فان شكرا لحصن المتابعة وإلى اللقاء